المشروع الجنوم المشروع الجنوم الوطني أولا جاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمم الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه طبعا من خلال إنشاء مركز متخصص لتحليل الجينات يسعى هذا المركز طبعا إلى إسهام باستخدام المعلومات الجينية فالتنبوة والوقاية من أمراض الوراثية لأكثر شيوعا في ملكة البحر ويتم ذلك طبعا طيب استخدام تقنية ترميز معينة في الجينوم من الجيل القادم لـ MGS وهذه أحدثت ثورة في العلوم البيولوجية مما سمح المختبرات ومنها مختبرات البحرين والحمد لله بأداء العديد من التطبيقات ودراسة في الأنظمة البيولوجية بمستوى لم يكن طبعا ممكن من قبل هذا يسهم في الوقاية من أمراض الوراثية تطوير أدوية فعالة لعلاجها الآن عندنا عدة مضادات حيوية عدة استخدامات أدوية كثيرة لأمراض مزمنة ولكن لا نعرف ما هي الأنسب بحسب الدراسة الجينية والآن حاليا الدراسات أثبتت أن الجينات لها تأثير في مناسبة أو فعالية العلاج فذلك طبعا بيساعد إن شاء الله توفيع مثل هذه المعلومات حياة صحية بذبنا لو قائم لمراضي الأجيال الحالية حاليا وكذا كالقالب من بلكة المحرين نعم دكتور كيف يمكن المشاركة في هذا المشروع الوطني وحدثنا عن النتائج الأولية أيضا بالنسبة طبعا هناك حملة وطنية حيث مشروع الجينوم وهذه الحملة مستمرة ومفتوحة لكافة المواطنين من تم طبعا عامهم الواحد عشرين وما فوق وكذلك مشاركة العمار أدنى من ذلك تحتاج طبعا موافقة ودي الأمور أو القيم أو الوصي على هذا الشخص أو على الطفل فعلى رغبين من المواطنيات لمشاركة مراجعة تحت طبعا المراكز الصحي الأولية المستجلين هم عليها ويتوجهون إلى قسم المختبر وتملأ هناك استمارة خاصة بالمشروع هناك معلومات تقدم لهم بالكامل بالنسبة حق المشاركة ويعضون معلومات اللازمة يتأخذ منه كذلك المعلومات بالنسبة للتاريخ المرضي أو المشاركة الطبي وأخذ عينة من الدم تحفظ هذه العينة وتخزن بضيقة آمنة وسرية في البنك الحيوي مختبرات الصحة العامة وممكن طبعا استكمال الجراءات اللازمة في أغلب الحالات في يوم للعلم في يوم واحد ما تحتاج أكثر من زيارة فقط زيارة واحدة تكفي لهذه المعلومات والحملة وفرت كذلك مكان لبعض المعلومات اللي يحتاجونها وهي عندنا انستجرام طبعا خاص بمركز الجينوم اللي هو أتبحرين دوت جينوم والموقع الاحتفاروني ممكن يحصونها على وزارة الصحة كذلك فينا كرغم للتواصل النتاج الأولية من المركز الوطني نحن بدأنا من 2019 والآن جمعنا أكثر من 39 ألف عينة والهدف طبعا أن نوصل بإذن الله إلى حوالي 50 ألف عينة هذه التقارير الطبية الأولية والتشخصية للدفع الأولية عطتنا معلمات كثيرة وكبيرة وقد إن شاء الله تكون في صالح المجتمع البحريني والشعب البحريني بحيث أن نتوفر لفعلا جودة الحياة الصحية بحيث أن تكون فينا قاعدة رئيسية للوقاية من المراض المزمنة والقاية من المراض الدوراثية وكذلك إن شاء الله نوفر العلاجات بما يتناسب مع حاجة الناس تأكيد نعم مشروع صحي رائد شكرا لك الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة شكرا على هذه المداخلة شكرا لك